السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدون سابق انضار اليوم تفاجأت مكونات نادي الاتحاد السعودي بحضور عبدالرزاق الحمد لله في تدريب الفريق رغم ان الحفل حفل استقبال المنتخب الوطني كان البارحة بمجرد انتهاء الحفل عبدالرزاق الحمد لله شد الرحال مباشرة الى السعودية ليكون في التدريبات اليوم استعدادا لمباراة الغد اللي غا تكون ضد نادي الشباب السعودي عبدالرزاق الحمد لله كان عنده عطلة لكن يعني اصر انه يكون حاضر في التدريبات ويكون متواجد في مباراة الغد رغم ان الرحلة طويلة جدا من المغرب الى السعودية اشرف حاكمي كذلك التحق بفارقه باريسان جيرمان اليوم كل اللاعبين التحقوا بالفروق ديالهم يعني مباشرة بعد الحفل اشتركوا في القناة